يعطيكم ألف عافية وصفتنا اليوم فاخد خروف مشوي بالفرن على الطريقة التركية ولكن بنكهة ومضاق خليجي ونفس الشي الأرز أعملته بنكهة خليجية طبعا فيه تتبيلات كثير لللحم بس حبيت في هذا الفيديو أني أعمله بنكهة وتتبيلة خليجية تابع الفيديو للأخير وإن شاء الله أنكم رح تستفيدوا لأني ذكرت فيه معلومات كثير مهمة بالنسبة لللحم كيف يطلع معكم ذايب بهذا الشكل وبالنسبة لنوع اللحم حتى يطلع معاكم لونها زهري زي هيك هلو هون صبايا رح حكي عن فقد الخروف اللي اشتريته في البداية الوزن تقريبا 2.5 كيلو تمام لما نشتري اللحم لازم تنتبهوا أنه لون يكون زهري زي هيك بغض النظر عن نوع اللحم اللي اشتريتوها أهم شيء وأهم التفصيل فيه أنه لازم يكون لونه زهري بتعرفوا أنه عمره الخروف وقت تندبح أنه بيكون صغير هلو هون رح نحكي عن التتبيلة رح نحتاج معلقة كبيرة من الثوم المهروس ربع كوب زيت نباتي رح نحتاج كمان معلقة كبيرة من الملح بالإضافة إلى نص معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من القرفة رح نحتاج كمان نص معلقة صغيرة من الكركم والهيل المطحون وبالإضافة إلى معلقة كبيرة من الخل وبالإضافة إلى معلقة كبيرة من أي بهار خليجي عنكم من بهارات الخليجي لعنكم من بهار كبسة بهارات الكبسة أو البرياني أنا هون حطيت معلقة كبيرة من بهارات البرياني هلو هون صبايا الخطوة الكثير مهمة رح نعملها رح نعمل الثقوب في اللحمة حتى نحاول أنه ندخل من التتبيل فيها بالنسبة للحمن رح أحكي شغلي هون أنا بس غسلتها في الماء ونشفتها وبالنسبة للدهن الموجود فيها أنا ما بفضل أبدا أنكم تشيلوه طبعا يعتبر الضق شخصي ممكن تشفوها من الدهن بس الدهن هو نفسه بيعطيها طراوة يعني بتظلها طرية معاكم من جوة أبدا ما بتطلع ناشفة فأنا بفضل وقت اللي شوي أنكم تخلوا الدهن على اللحمة بيعطيها نكهة ومضاق أطيب هلا هون رح ندعك اللحم بالتتبيل اللي عملناها زي ما حكيت لكم حاولوا دخلوا من التتبيل في الفقوب اللي عملناها باللحمة وهيك عنا اللحمة صارت جاهزة هلا هون رح نكه عن طريقة شوي في البداية هون رح نحضر صينية ورح أفرشها في القصدير طبعا جو القصدير رح نحط ورق الزبدة طبعا هون رح أحط ورقتين لأنه لازم تلفوا اللحمة كثير منيح بورق الزبدة هلا هون بحط الفخد طبعا كيف رح نحط اللحمة من تحت وحاولوا العظم أن يكون من فوق هلا هون رح أحط بصل رح أحط بهارات صحيحة من الهيل من ورق الغار وممكن تحطوا كمان لومي أو عيدان القرفة اختياري وضوق شخصي هلا هون رح ألفها بورق الزبدة بعدين رح ألفها في القصدير طبعا حطوا أكثر من طبقة من القصدير لأنه لازم يلفها كثير منيح في القصدير حتى ما يطلع أي من بخار اللحمة لبرة لأنه اللحمة رح تستوي على البخارها ما رح نضيف أي إشي من الماء طبعا زي ما حكيت لكم لفوها كثير منيح وهلا هيك رح أدخلها الفرن طبعا بالنسبة للشوي أنه هون حطيتها ثلاث ساعات بالفرن أول ساعة بتكون درجة الحرارة عنا عالية بعديها منوطيها لدرجة حرارة ميتة طبعا زي ما حكيت لكم الاثنين كيلو نص أخدوا مني ثلاث ساعات بالفرن هون رح أحكي لكم عن نوع الرز اللي استخدمته هو رز بسمتي طبعا الوليمة حبة طويلة طبعا هذا الرز أكثر من رائع أنا بنصحكم كثير فيه هلا هون رح أورجيكم طريقة الرز اللي عملته في البداية هون رح نطحن بصل تقريبا عدد اثنين مع ثوم عدد اثنين مع قطعة صغيرة من الزنجبيل هلا هون رح نقلبهم ونشوحهم بالزيت و رح أحط كمان عود من القرفة مع اللومي رح أحط كمان معلقة كبيرة من البحارات البرياني استخدمتها زي ما حكيت لكم حطوا اي نوع بحارات خليجية انتو بدكم اياها المتوفر عنكم هلا هون رح أحط جزر مبروش تقريبا حبتين جزر كبار و رح أقلبها مع البحارات بالنسبة للأرز استخدمت هون تقريبا ثلاث كاسات رز بنغسل الأرز وتقريبا نقعته عشر دقائق بعدها صفيتوا كثير منيح من المي و هلا هون بقلبوا في التطبيل اللي عملتها ممكن تحطوا كمان ترجعت شوي تحطوا من البحارات حتى تعطي نكهة أقوى و ما تنسوا الملح رح نقلبهم مع بعض تقريبا نحن نقلب مدة دقيقتين بعدها رح نحط المي بالنسبة لعيار المي أنا ثلاث كاسات حطيت عليهم خمس كاسات مي سخنة رح أرجيكم هلا في البداية طبعا كيف رح نفلفل الأرز في البداية رح تكون النار عالية هلا هيك ما سكروا الطنجرة زي ما حكيت لكم النار في البداية رح تكون معنا عالية و أبل ما تبلش المي تنزل عن الوجه زي هيك منوطي الغاز حتى يستوي الأرز على محلو هكي عنا الأرز تشرب المي يعني ما تتخيلوا نوعية الرز أكثر من رائعة إذا متوفرة عنكم بنصحكم فيها هلا هيك اللحمة عندنا صارت جاهزة رح أفتحها معاكم وتشوفوها طبعا ما تتخيلوا الطريقة هاي أكثر من رائعة يعني اللحمة طلعت ذايبة وشوفوا لحظوا المي الموجودة يعني أنا ما حطت لها أي مي بس لأنه لفيت كثير منيح في القصدير ظلت محتفظة في المي واللحم استوى على بخاره طبعا هون أنا ما قدرت أمسكها لأنها لسا سخنة كانت طالعة من الفرن بس النكهة أكثر من رائعة بتمنى إنها تعجبكم هلا هون رح أحط طبعا طريقة الصبر رح نحط الروز طبعا ممكن تحط البيتكم إياه جنب اللحمة اللي ضياف اللي انتو بتكم إياها بس أنا بحب أقدمه مع الروز هلا هون اللحم أنا حبيت إني أحمر الوجه طبعا دخلت الفرن بس حمرت الوجه حتى يعطيه هذا اللون الذهبي الحلو وهيك وصفتنا خلصت لليوم بتمنى إنها عجبتكم بتمنى إنكم استفدتم من الفيديو وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو وإشتراك بقناتي ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر